أداب قضاء الحاجة وعدم استقبال القبلة أو استدبارها عند البول والغائط الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ذكر بعض العلماء أن هذا في الخلاء والصحراء وليس في البنيان وهنا يأتي السؤال هل يجوز استقبال القبلة أو استدبارها في البنيان؟ ذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك وقالوا بأن النهي خاص بالأماكن المكشوفة والمفتوحة وأما البنيان فإنه يجوز أن يستقبل القبلة أو يستدبرها ولا حرج وقال بعضهم أن النهي عام فليس هناك مخصص فالحديث تل على أنها لا تستقبل القبلة ولا تستدبر لا في البنيان ولا في الأماكن المفتوحة وفي الفضاء والصحراء قال ابن عثيمين رحمه الله والأحسن والأفضل للإنسان الذي يريد أن يصمم بيتا أن ينتبه عند التصميم أن يكون المقعد للجلوس لقضاء الحاجة في بيته متجه إلى غير القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم لمن في المدينة الشرق أو قرب الثاني الأدب الثاني من الأداب القبلية الاستثار عن أعين الناس والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعد ويستتر عن أعين الناس إذا لم يكن هناك ما يستتر به لما روى المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب أي ذهب بعيدا عن الناس حتى لا يروه أو يتأذوا من ذلك قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح إذن أن يستتر عن أعين الناس وهذا أمر من الأمور التي خالف فيها يعني هذا الاستثار عن أعين الناس خالف فيها كثير من المسلمين اليوم فمنهم من لا يبالي بالناس فقد يقضي حاجته بجوار الطريق وقد يقضي حاجته أمام الناس وهذا فيه أمر مسئل للأدب ومؤذل للناس ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الأدب الثالث وضع ما معه من ذكر الله عز وجل قبل دخوله إلى الخلاء سواء كان في الخاتم أو سواء كان في المصحف أو سواء كان من الكتب التي فيها ذكر الله عز وجل إلا أن يخاف عليها فإذا خاف عليها فإنه لا بأس بأن يدخل بها كما ذكر ذلك الإمام أحمد إذا كان عنده دراهم ويخاف أن تركها في الخارج أن تأخذ فإنه لا بأس أن يدخل بها وكذلك الذين يحمل المصاحف لا يدخلون بها إلى الخلاء بل يضعونها في الخارج حتى ينتهي من قضاء حاجته ثم يخرج ويأخذها الأدب الرابع من الأداب القبلية أن يقدم رجلها اليسرى عند الدخول ويذكر الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الكنيف قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث والخبث والخبائث هما ذكران الشياطين وإناثهم فيستعدون بالله من شرهم وأذاهم هذا بعض التفسيرات لمعنى الخبث والخبائث الأدب القبلي الخامس أن لا يرفع ثوب إلا بعد الدنو من الأرض من أداب قضاء الحاجة قلنا أنه يستتر ومن الأداب كذلك أنه لا يرفع ثوبه إلا بعد أن يدنو من الأرض حتى لا تنكشف عورته لحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض وإذا كان كذلك في مرحاض ونحوه فلا يرفع ثوبه إلا بعد أن يغلق الباب إذا كان في أماكن لها أبواب مغلقة فلا يرفع ثوبه حتى يستتر عن عين الناس ويغلق الباب عليه تماما وذكر ابن عثيمين رحمه الله ما يفعله بعض الكفرة ومن قلدهم من أبناء المسلمين من التبول وقوفا في بعض المحلات المكشوفة داخل بعض المراحض العامة كما هو في المطارات وغيرها أن هذا أمر منافل للأدب والحشمة والحياة والأخلاق الفاضلة وهو أمر منكر شرعا الأدب السادس الجلوس عند قضاء الحاجة السنة أن يقضي حاجته جالسا وأن لا يقضيها واقفا أما البول فالأصل في فعله عليه الصلاة والسلام والأكثر والمشهور عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يقعد عند قضاء حاجته وكذلك عند البول لكن ذكر هناك حديث وأثار وردت في البول أنه كان يبول قائما وذكر بعض العلماء أن هذا يعني مخالف لما هو أو لما اشتهر عنه فقد جاء عن ابن مسعود قوله من الجفاء أن يتبول من الجفاء أن تبول وأن تقائم وذكر بعضهم عن كثير عن سعد بن مراهيم من السلف لا يجوز شهادة من بال قائما ذكر بعضهم أن من بال قائما لا تقبل شهادة عند القاضي وحديث عائشة أيضا من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا إذن السنة أن يقضي حاجته جالسا وفي الغائط بالاتفاق أما البول ففيه بعض الخلاف لبعض العلماء لأثار وردت فقد رويت الرخصة في البول فقط قائما ذكر ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وغيرهم من السحابة ورواح ذيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما أي أتى صباطة قوم أي موضع رمي القمامة فيه قال ابن عثيمين لعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لتبيين الجواز ولم يفعله إلا مرة واحدة ويحتمل أن يكون في موضع لم يتمكن من الجلوس فيه فإذن البول قائما يجوز ولا سيما إذا كان لحاجة ولكن بشرطين الأول أن يأمن التلويث أو التلوث والأمر الثاني أن يأمن أن ينظر إليه أحد هذا خلاصة ما ورد في منبال قائما إذن السنة أن يجلس لقضاء حاجته في الغائض البول أيضا أن السنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما روي إلا وهو جالسا وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في قضاء حاجته وعائشة كما ورد في الحديث عنها من أخبركم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه هذه تدل على أن السنة أن يبول جالسا لكن إن احتاج إلى أن يبول قائما فإن هذه الأثار التي وردت عن حذيفة وعن عمر وعن علي يعني فيها مخرج أنه يجوز للإنسان أن يبول لكن إذا أمن أن لا يتلوث من هذا البول وكذلك أمن أن لا ينظر إليه أحد السابع أن يرتاد لبوله موضعا رخوا بمعنى يستحب له أنه إذا أراد أن يبول في الخلاة أن يذهب إلى مكان كالبطحة أو التراب حتى لا يتناثر البول وينجسه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يتبول فليرتد لبوله الثامن عدم البول في الشقوق والجحور وذلك لأمرين الأمر الأول حتى لا تخرج عليه الهوام فتؤذيه والعلة الثانية أنها قد تكون هذه الجحور وهذه الشقوق بيوت الجن فإذا تبول فيها الإنسان آذته التاسع من الأداب القبلية أن لا يتخلى في طريق الناس ولا في ظلهم ولا في أماكن جلوسهم ولا في الحدائق ولا في المتنزهات ولا في الماء المسابح ولا في الطرقات والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين قالوا ومن لاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم والملاعن هي مواضع اللعن يعني أن الناس إذا وجدوا أن الإنسان قد تغوط في طريقهم أو في ظلهم أو في مكان تنزههم أو في الماء الذي يسبحون فيه أو يستفيدون منه فإن ذلك مدعاة إلى أن يلعنوه العاشر وهو الأخير في الأداب القبلية أن لا يبول في مستحمة يعني في الأماكن التي يستحم فيها الناس لما روية عن أبي داود وبن ماجا وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهى أن يبول الرجل في مستحمة وفي رواية لا يبولن حدكم في مستحمه وهذا حدث صحيح والمستحم هو المغتسل وهو مشتق من الحميم وهو الماء الحار الذي يغتسل به والمراد لا يبول في المكان الذي يغتسل فيه سواء في بركة أو في مسبح أو نحو ذلك هذا والله أعلم وأحكم ترجمة نانسي قنقر